السلام الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكل الأهلوية في الأسبوع الأهم أسبوع مهم، أسبوع فاصل، أسبوع حاسم قبل بداية الرحلة الأكثر تشويقا صحيح، ما تدرشت لعيها بطولة مفضلة بما أننا ما حقناش اللقاء بقى حقن فيها إنجازات وكسبنا أبطال قرات وكسبنا فرق من كل قرات العالم وذكريات لا تونسة ووصلنا لمنص التتويق ثلاث مرات حقن فيهم ميداليا برونزية، لكنها أعتقد من وجهة نظري الكارنفال اللي اتعود عليه جمهور نادي الأهلي من ناحية واللي بيستنى كل سنة من ناحية تانية رحلة بطولة كاس العالم اللي بدأت من بعد محطة شباب له زداد أسبوع في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية يمكن أكتر مرحلة في تأديري على مدار الموسم كله استحق فيها الفرقة استحق فيها النادي استحق فيها الجهاز الفني الدعم هو الوقت اللي احنا بنبتدي معكم من النهاردة على مدار الأسبوع ده كله قبل ما نوصل إن شاء الله بإذن الله للموجهة الأولى اللي غالباً غالباً هتكون أمام التحاد جدة ومن دورتنا هتكون أمه ده مأوكلاند سيتي محدش عارف الكرة فيها كل شيء وخصوصاً يعني إنه إذا كان فيه ناس بتوصف على إنه الأهلي في الفترة دي بيعاني أو إنه الأهلي على قد تأدير هستخدم لفظ لطيف كده مش في أفضل حالته فتقريباً تقريباً كل الكبار مش في أفضل حالته لو كنت بتتكلم على دوري أبطال أفريقيا الأهلي هو أفضل فرق تحقيقاً للنتائج وإذا كنت بتتكلم على بطولة كاسع عالم الأندية والمواجهة الأولى المرتقبة أمام التحاد جدة فالاتحاد برضو مش في أفضل حالته وتعرض لخسارة يعني كتير بيعتبرها مفاجئة لكن كتير بيشوفها طبيعية لأنه التحاد بيعاني في الفترة الأخيرة أمام ضمك 3-1 حتى الستي كبير العالم يعني أتكلمك بقى على أي فريق أتكلمك على المان سيتي أتكلمك على كتيبة جوارديولا تعاني في الدولة الإنجليزية ترتبهم تقريبا 4 أو 5 دلوقتي آخر 3 مطشاط نزيف نقاط تعادل أمام شلسي تعادل أمام تاتنهام تعادل قدام ليفر بول فبالتالي مفيش مقياس تقدر تحكم عليه على مستوى دولي الأبطال آه صحيح يمكن الأهلي محقاش النتائج اللي احنا بنتمنها يمكن الأهلي ما بيقدمش أقوى عروضه لكن السيناريو ده احنا عشناه أنا عشته معاكم هنا في السادسة أربع مواسم هو هو نفس السيناريو بيتكرر وبنوصل في مرحلة من المراحل أنه في أهلوية كتير بيبقى عندها يقين أنها أنه الأهلي مش هكمل في البطولة ومع ذلك الأهلي بيعملها لأنه هي دي شخصية البطل اللي بتظهر عند الجد اللي بتظهر وقت اللزوم وتعالوا نفتكر نفس السيناريو اللي احنا بيمر به واللي مسبب حالة من حالات عدم الرضا عند جماهيرنا دي الأهلي التسعة القضية ممكن في السادق قاهرة قدام الزمالك الغريم التقليدي البطولة اللي بيطلق عليها جماهيرنا دي الأهلي البطولة الأغلى في تاريخ البطولات الأفريقية من بعدها نفس السيناريو يتكرر في مرحلة المجموعات والتشكيك في اللعيبة والتشكيك في الجهاز الفني والتشكيك في حتى الإدارة والكلام على المركات وعلى الصفقات ولعيبة تستحق الوجود والتواجد لعيبة لابد من استبعادها فكان المشهد التاني في كازابلانكا قدام كايزر تشيفز في الوقت اللي الناس كلها كانت بتقول أنه الأهلي هيواجه الوداد فخرج الوداد وقابلنا كايزر تشيفز في كازابلانكا وتوجي الأهلي بالبطولة العشرة 3-0 على حساب كايزر تشيفز وتكرر الأمر بشكل أكتر قوة في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بل إنه البعض أقسم بأغلص الإيمان إنه الأهلي خارج البطولة من دور المجموعات وإنه حتى مش هيقدر يوصل للأدوار الإقصائية فكان المشهد التالت فين في كازابلانكا برضو كلمنا على بقى إزاي تخسر من الهلال في السودان وإزاي تخسر من سانداونز وإزاي تتعادل مع سانداونز هنا والكل قال لك الأهلي مش هيعدي دور المجموعات مش مش هياخد اللقب ده مش هيعدي دور المجموعات وقد كان اللقب واحد من أغلى الألقاب وأصعبها تتويج على حساب الوداد المغربي في كازابلانكا على أرضه وعلى ملعبه وسط جمهوره هي هي نفس الفرقة اللي قدامكم آه ممكن تكون أسماء غابت ممكن تكون أسماء استجدت أو يعني جديدة على الفريق لكن في النهاية العقلية الشخصية واحدة هم دول أبطال الأهلي اللي ردوا على كل الألسانة اللي هجمتهم أو خلينا أقول بعض الألسانة اللي حاولت تختالهم معنوية في الملعب وهم دول اللي رايحين كاس العالم اللي جاي فمش محتاجين نتكلم في أي وأنا بقول الحاجات دي على فكرة طبعا برونزية عالم أولى وبرونزية عالم تانية خلتهم الأفضل على مستوى إنجازات الأهلي في بطولة كاس العالم هو ده الجيل ده هو ده الجيل للناس كتير النهاردة تزعم أنها بتنتمي للنادي الأهلي أو بتغير على النادي الأهلي بتهاجم اللعيبة دي واحد واحد في أسبوع في منتها الأهمية لعيبة دي تحملت من الضغط ما لا يتيق بشر ضغط عصبي وضغط نفسي وضغط بدني غير طبيعي فمش محتاجين من جمهور الأهلي الحقيقي اللي أنا بكلمه دلوقتي غير إنه هما يدعموهم عشان يقدروا يشرفونا بس مش عايزين أكثر إنه هما يشرفونا في بطولة كاس العالم ونقدر نقدر نحلم مفيش حاجة تغيرت صحيح آه المستوى مش في أحسن حالاته صحيح شوية في حالة قلق لكن في النهاية ده مش الأهلي بس يعني لما تبص على مشوار الأندية الكبيرة اللي ممكن وإحنا عادين مع بعض كده نقول هو مين يا جماعة مرشح لتحقي دور يا أبطال أفريقيا السنة دي حد يقولك سان داونس حد هيقولك الوداة حد هيقولك الترجي حد هيقولك سينبا حد هيقولك الأهلي حد هيقولك كل واحد يعني هيرشح فريق من الفرق اللي ممكن تكون فرصها كبيرة في المنافسة على اللقب محدش يقدر يجزم بدا تعال بقى بص نتائج الفرق دي في بطولة دوري الأبطال حشيح كابي أقولك الأهلي ممكن يبقى مش أفضل حالاته لكنه أفضل الفرق من حيث تحقيي النتائج متصدر مجموعته فرصته في مجموعته هي الأقوى سان داونس كل الفرق بالمناسبة كل فرق اللعبة دوري أفريقي بتعاني معاناة شديدة جدا يعني تكلم على الوداد خاصة المطشين من ثلاث مطشات ومبارح فوز أعتقد في الدقاءة الأخيرة على سيمبا كان فوز صعب جدا بشق الأنفس يعني زي ما بيقوله كسب سيمبا واحد سفر سان داونس النهاردة بيتعدل على أرضه قدام بيرامدس والمطش اللي فات مغلوب مجموعته الأربع فرق هو ومزيمبي وحتى نوازيبه اللي ما كانش حد متوقع أنه يعني هو مجرد ديف شرف حصلت مجموعة النهاردة نوازيبه أربع نقاط مزيمبيه أربع نقاط سان داونس أربع نقاط بيرامدس أربع نقاط الترجي النجم السحالي كلها فرقة كبيرة ورغم كده تعثرت بشكل كبير جدا فالسيزين استثنائي وخليناها بنتفين على حاجة الأهلي هو أكتر فريق تقريبا في القارة بيلعب عدد مباريات على مدار الموسم مفيش فريق على مستوى مصر مش فرقة مريحة أو مركزة في بطولة ولا بطولتين دا بيلعب أكتر عدد من المباريات وبينفس أعلى المستويات وغالبا ما بيوصل لمنصة التتويج فيعني إذا كان فيه رسالة في نهاية الكلام الأسبوع دا مش محتاجين غير إن إحنا ندعم فرقتنا وإن شاء الله بإذن الله نسندهم لغاية لما يقدموا بطولة كويسة بطولة تفرحنا وتشرفنا وتشرف مصر كلها وأتمنى أن كل المصريين الحقيقة أنا مش شايف يعني فكرة الناس اللي بتحاول فريق رايح يمثل مصر في بطولة كبيرة هيلعب مع فرق عظيمة فريق اتحاد جده فريق كبير لعيب على أعلى مستوى لو إن شاء الله ربنا كلامنا في المبارات دي هنلعف لو من ينزل برازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لو روحنا لبعيد وإحلمنا ممكن نبقى منلعب مع السيتي في النهاء ده شيء يفرح ويشرف كله مصري فمفيش داعي إنك أنت تصدر غلك أو كرهك أو حقدك إنك مش قادر تكون نفس النموذج من النجاح في إنك تحاول تختلفة لي الأهلي مع نويا وزي ما بنقول الأهلي دايما في ظهره جماهيره اشتركوا في القناة